السلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنستطرق لدراسة الجزء الثالث من النص المسترسل سائح في إمليل وهذه الحصة سندلج من الأسبوع الثالث من الوحدة السادسة مجال السياحة المرجع واحد الكلمات العربية للمستوى الرابع إذن نجيب عن أسئلة ما قبل القراءة ثم نقرأ الجزء الثالث ونعود للإجابة عن الأسئلة المصاحبة لهذا النص أتهيئ لقراءة الجزء الثالث من النص أستحضر ما فعله السارد في إمليل وفيما ساعد المرشد السياحي السارد إذن السراحة ثم تناول وجبة الفطور وانتعش بطقس بارد واتصل بالحاج علي لكراء شقة متوسطة استراح ثم تناول وجبة الفطور وانتعش بطقس بارد واتصل بالحاج علي لكراء شقة متوسطة ساعد المرشد السياحي السارد في الحصول على شقة متوسطة بها كل وسائل الراحة ساعد المرشد السياحي السارد في الحصول على شقة متوسطة بها كل وسائل الراحة إذن قبل أن نبدأ في الإجابة على الأسئلة المتبقية نقرأ الجزء الثالث يقول الحاج علي إن منطقة إمليل كانت مشهورة بالسياحة الجبلية خصوصا تسلق الجبال وشهدت المنطقة توافد الأجانب إلى المنتجع ابتداء من سنة 1975 لكن السياحة الداخلية عرفت انتعاشا بداية التسعينيات وبدأت وفود من السياح الداخليين تتقاطر على المنطقة تزامنا مع التغيير معالم المنطقة بالاهتمام بالبنية التحتية كمد الطرق وبناء دور للكراءة التي روعي في تصميمها الهندسة المعمارية المغربية وأضاف محدثنا أن انتعاش السياحة الداخلية بالمنطقة كان بداية سنة 2000 بحيث اشتهرت المنطقة بشلالها الكبير وبقربها من منطقة آسني علاوة على أنها تقع على قدم جبل طبقال الجبل الذي يفتح شهية هوات تسلق الجبال من الأوروبيين والمغاربة وغيرهم بما اشتهرت منطقة إمليل إذن دائما خلال النص اشتهرت منطقة إمليل بالسياحة الجبلية خاصة تسلق الجبال إذن اشتهرت منطقة إمليل بالسياحة الجبالية خاصة تسلق الجبال ماذا تعني سنة 1975 بالنسبة للمنطقة؟ إذن تعني سنة 1975 بالنسبة للمنطقة بداية توافد السياح الأجانب إلى المنتجة بداية توافد السياح الأجانب إلى المنتجة بماذا تميزت إمليل في بداية التسعينيات؟ إذن تميزت منطقة إمليل مع بداية التسعينيات انتعاش السياحة الداخلية ما مميزات إمليل الجغرافية؟ إذن مميزات إمليل الجغرافية الشلال الكبير وبقربها من منطقة أسني وأنها تقاوى على قدم جبل تبقال مميزات إمليل الجغرافية الشلال الكبير وبقربها من منطقة أسني وأنها تقاوى على قدم جبل تبقال السؤال الأخير ما مميزات عفوا السؤال الثاني استخرج من الصرد المفردات والعبارات ذات صلة بمعنى السياحة إذن المفردات والعبارات التي لها صلة بمعنى السياحة لدينا السياحة الجبلية تسلق الجبال توافد الأجانب المنتجة السياحة الداخلية وفود من السياح معالم المنطقة البنية التحتية دور الكراء الهندسة المعمارية المغربية شلال كبير منطقة أسني جبل تبقال الأوروبيين والمغاربة إذن هذه بعض المفردات الدلة والتي لا صلة بالسياحة السؤال الثالث استخرج الكلمات والعبارات الدلة على العمران والدلة على الطبيعة إذن المفردات الدلة على العمران الهندسة المعمارية التصميم بنية تحتية المفردات الدلة على الطبيعة شلال جبال جبل تبقال كنا نضيفه دور الكراء السؤال الرابع استدلو بجملين وعبارات تعبر عن المعاني الأتية ازدهار السياحة الداخلية عرفت إمليل تحولات عمرانية التصميم المغربي الأصيل إذن بالنسبة لازدهار السياحة الداخلية لكن السياحة الداخلية عرفت انتعاشا عرفت إمليل تحولات عمرانية تغيير معالم المنطقة بالاهتمام بالبنية التحتية التصميم المغربي الأصيل التي روعية في تصميمها الهندسة المعمارية المغربية السؤال الخامس أشرح ما يأتي ووقوعها على سفح جبل تبقال الذي يفتح شهية هوات تسلق الجبال إذن توجد منطقة إمليل في أسفل جبل تبقال من هناك يبدأ تسلق الجبال ومن هناك يبدأ تسلق الجبال أركب وأقوم ألخص الجزء الثالث من النص إذن تلخيص الجزء الثالث اشتهرت منطقة إمليل بالسياحة الجبلية وخاصة تسلق الجبال وخلال سنة 1975 بدأ توافد السياح الأجانب عليها وفي بداية التسعينيات انتعشت السياحة الداخلية وقد تزامن ذلك مع تغيير معالم المنطقة وفي بداية 2000 زاد انتعاش السياحة الداخلية حيث اشتهرت منطقة إمليل بشلالها الكبير ووقعها على قدم جبل تبقال سؤال التاني أبدأ رأيي في مسألة تطور السياحة في المغرب إذن خلال السنوات الماضية عرفت السياحة في المغرب تطورا وانتعاشا بشتى أنواعها حيث أصبح المغرب يستقطب السياح من جميع أنحاء العالم إذن خلال السنوات الماضية عرفت السياحة في المغرب تطورا وانتعاشا بشتى أنواعها حيث أصبح المغرب يستقطب السياحة من جميع أنحاء العالم السؤال الثالث والأخير أعلق على رياضة تسلق الجبال إذن رياضة تسلق الجبال من رياضات التي تتسم بالمغامر الصعوبة في نفس الوقت حيث يحتاج الشخص للقيام بها إلى مجهود جسدي كبير ولكنه يشعر بالمتعة في نفس الوقت إذن رياضة تسلق الجبال من الرياضة التي تتسم بالمغامر والصعوبة في نفس الوقت حيث يحتاج الشخص للقيام بها إلى مجهود جسدي كبير ولكنه يشعر بالمتعة في نفس الوقت إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أدرب لكمه إذن في فيديو قادم وفي الدراسة لدراسة الجزء الرابع من هذا النص المسترسل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة ترجمة نانسي قنقر